وفي نفس المستوى من الاهتمام تحدث الباحث الاقتصادي منار العبيدي عن مخوف من اختفاء السلع وارتفاع اسعارها في الاسواق العراقية نتيجة ارتفاع كلفة الحوالات الخارجية التي يحتاجها التجار لاستيراد بضائعهم فضلا عن انخفاض حوالات البنك المركزي لغرض الاستيراد الخارجي العبيدي يحدد ملامح هذا التحدي بقوله ان استيراد العراق من تركيا لوحدها للمواد الغذائية يقترب من 3 مليارات و500 مليون دولار ما يعني حاجة العراق للحوالات المالية لتخطية شراء المواد الغذائية فقط من تركيا بحدود 11 مليون دولار يوميا كحد ادنى ونبه العبيدي الى ان الاسابع القادمة سنشهد دون شك ارتفاع في اسعار اللحوم والدجاج ومنتوجات الالبان والحنطة والمنتوجات التي ستدخل في صناعتها متوقعا اختفاء بعض السلع من الاسواق المحلية